اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة زمنك انتهى يا ميمون لما زمنه انتهى يا عطوى يبتدي زمن الهلفيت اللي زيت اشتركوا في القناة 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 معلّم! معلّك! معلّك يا معلّم! دراعي ضاع منّا يا رجالة أنت حواليك خمسين دراع يا معلّم عارف يا عباس، خمسين دراع ومية وقلب لكن كلهم برّ جسمي دراعك يا عباس، تلازم بقى جوا لحمك خد ما تراح يا عباس مفيش فتوة بدراع واحد بس طاري عند عطوة أمانة في رابتك زي الرجالة والحرم حكمة ربّنا يدّي الحلق للبالة ودن بتحبّي فيه إيه؟ مش عارم وأنتم قالكم، يمكن بتحب الهباب اللي لازق فيه له في ذلك حكم يروح للوقت بأيوم زميلو يدّي له تلميحة بالعزيم يمكن يدّي يمكن يدّي تحبّي في ذلك والليه؟ مدخوروا عاد عسانو مفرّج عنيك الحارع السبت على مدخور مفرّج عنيك الحارع حصل إيه بس يا معلم من طلعت النهار وانت بره وراجعلي قبل الدور بنص ساعة مش كنت سالح بألم الشغل يا معلم آه بتلم الشغل ولا ولا بتحب يعني ما بتردش عليا ما خلاص بقى يا معلم بسوقي ما هو جابي الشغل هو آخر حلاوة الفرحاتي ونحاش مين دا سيبت انشراحة دايا أم حميدة نهارة كسود البعيد حتى ان حزبتها بسلامتها ان حزبتها مش حيخش دكاني أبدا ليه بقى يا معلم الست دا فعل فلوسو زيادة آه قول كده فاكرك هتقول اغسن من وجرتي هاك جنيه اه شوف شغلك اوعى دا انا هلا وفلاح اوه قد كن فاكر انها بتحبك بصحيحة دي بتتعك عليك عشان تلقى في القرشين اللي بتكسبهم أول باول ثم ها هتحب فيك ايه ايش تروح انت يا سعالوك بين الملوك كيف ايه يا معلم جرائعك انت بتبقى وفيا ما خلاص يا معلم دا معك كان دا مشوية صلى على ما محروس خلاص يا معلم انا بطلت وعاوز حسابي عاوز يا اخويا عاوز حسابي اش معنى دي مش عاوز تسمعها تسوقي دي شوقي انا معلمك يا ايه خلاص ارفت منك ومن شغلانة ومن الحالتة كلها بيومي نحاس الستة امو حميدة تبيض واخر حلاوة وشي واثنين وثلاثة لحد ما المعلم يشوف وشه العكر فيه وبقى اخد الحسابي من دسوقي وحصرنا علاه حميدة بسار يا بنت انشراح الدايا لاحاس اتعقل الواد امسكا سويت يا خدم سليمان اللي تلبسوا تلو قدامكم عرسان وعندي عاد عاد اللي تشتريه مني على طول حبابها يظهروا يبان وغير كده لا يصد جوالا يتعقل وعرفت كم بتلاتة ساغبات بتلاتة تعريفة طب رشين ساغل عشان انا محبش اخذ تلاتة تعريفة ايه اختي ما فيش غيرهم امخد اهو يالا والله يبيع خسرانة بس عشان قطر بيوم الدكاة دي مش هرجعها تاني والشغلان دي خلاص مبيتش بتاعت وانت ليك شغلانة تانية غيرها محروس مليش بس مش عاوزها انا هشوف نفسي في شغلانة تانية وهو فين الشغلها محروس الشغل كتير وهلاقي الشغلانة اللي على مزادي شغلانة نظيفة ومسترياحة وفلوسها كتير تعمل لصاحبها ايمة ومركز كفية النار اللي كانت صوابعي والروم للهارة رجليا وهباب الحلل الليع معنايا حلاوية اتيا لا 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 يhandينوا باية يات حندا حينتا هوا يلا المعلم المعباس واصل وما بيحفيش يشوف الحركات الوحشة دي يالا بعدين بعدين وستور شكرك بيو اه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من غير ما تخرق معا الشغلانة ما بقيتش عقباني بس امي هتزعل اولا ما تعرف انك سبت الشغل ومين قالك انه افضل خالي شغل يعني هتشتغل ايه عرباجي ولا اهواجي ولا فرار ولا شغلانة من دول هشتغلها وقدتك ايه ما هستقولينك هتشتغل باش كدم في الحكومة يا حميدة انا هشتغل الشغلانة اللي تخلينا ليقين على بعض الناس كلها مستخسرين كفية ولازم اوريهم ان استحق حميدة جو هارضانة يا معلم خطها وروح مجبولي احوللك هينك بالعظمة دي عاوز تكسل سناني عشان اشرب حريب وتلتح مني مخدتش بال اقام معلم خد ناقي اللحمة اتراها وهدها مخدقت لي مخدقت وحسن مخدقت اليهم مخدقت ما فينا مخدقت مخدقت ابن حبيبك المرحوم علي الوين علي الوين بابوك الله يرحمه اي نعم ابوك كان حبيبي بس انت الشكلت كده سدي نفسي عن الاكل تفشاف المسبلة ولا المرحوم قبل ما يموت قالي لو اتزنقت او حصلك مكروه روح للمعال الميمون ومالكش دعوه اه اه حتى لو كنت كله حتى اكلتان احنا بنتفع حاجة مدبولي هتاكل وتبصة بيه اعمرك يا معلم مش كفايا بيأكل بلاش وكمان بعزملي ضيوف ده خربت مستعجل با انت بتقول حاجة؟ ابدا يا معلم انت انا عاوز اسأله واجبله جوهر اضاني ولا لسان ولا الاغلوم لا كفايا شكت انت هاتل تشكيلة تشكيلة؟ حاضر يا معلم بعد الغادة نشرب ارعتين بوزة ونتكلم عادي الواقع تشكيلة 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 ما بايا ابن حاس مش عغالك عندي تسوي ما انا كنت شغال عندي تسوي نرجعك دان لا يا معلم انا مش عايز الشغلانة دي خالص انا نفسي بشغلانة تانية ومال انت غالي علي والمرحوم ابو كان اكتب من اخوي انت حاوزش تغالي عاوز ابقى من رجالة المعلم عباس إله صعب صعب ليه معلم الناس كلها عارفة ان المعلم عباس صابل من سويانك وعارفين انه سابع على كل الناس لكن قدامك ارنب وكلمتك عليه ماشى لان انت اللي عملته فتوى ومعلم عباس انا اللي مربيه دانك مام ابوه وانا عاوزي اكتر من كده المعلم عباس يحب النظافة وانت يعني عدم المؤاخذة معلم ميمون عدم المؤاخذة اصلا لسه ساب دكان المعلم دي سوق النهاردة يعني جايلك بهباب الحلل بس انا اعجبك اول ساعة زمن واحدة وارجعلك برمز طب انا فت عليها وقت التاني وربنا يعمل ما في الخير ربنا خليك يلا روح روح قال عباس إلال غلطة عمر يوم ما خليت يقعد مطرحي ما خليك الله يرحم الفتوانة من بعدك يا ميمون ايه ازاك يا حميلة ازاك يا واجة بيوت الله ايه بي ازاك يا واجة بيوت تنزلي عنه حتسيب الجدع ان حاس على نفوخ وكده يوه امار يا بعمل ايه امار فين محروس الوينج لا مهما محروس خلاص تبع الشوك مانا عارف انه مش نافع ما سبك كان؟ لا محروس خلاص دفع حساب لا والله الواد فانجاري اغ مانا قلت انه مش فالح محروس هيشتغل شغلانة تانية اي باب ليه باب ليه باب ليه يا بنيون ابقى تعالى يا حب القين وان بنت عزيز علي زي المرحومي بالزبط وانا قلتلك من الاول خالص ان الواد محروس ده ما فيش منه راجع انما اسمتنا هنعمل ايه تنايب الواد محروس الويني ده خل يا باب خيص هتسجاره يا محروس انت لو انت تشتغل شغحارة ولا ايه انا تلون جراح ده يشتغل shadow او كهما يمكن حتغففون بدبنتها ا oppo ما حدا يا أب اسبوا انا اعمال ايه ودهىو كفر ايه خدمة شاي ولبوري ميه محروس الوين ايه دي يا ولد النظافة دي ده انت بقيت ابن زواد خالص شاي وقبولي ومش عاوز كتر كلام هادر انا مالي بيومي 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 محروس ايه الاباة دي كلها يا خامر زي بعضه انا معرفتكش انا هبقى كده على طموط اشتغلت ايه لسه اشتغل يعني لسه خلي الشغل عالعبوم انا كلمتلك دسول قلت له سامحوا يا دسول رحمي سامحك يعني تقدر تيجي الدكان بكرة وانا كاين حاجة حصلت انت عبيتة بيومي حد يرجع للهباب برجله ايه جبت الفلوس اتشاقلي بيومي حاض طبع كم اديت ايدك على حاجة حد انت محروس فاشر دفلوسي تحوشت العمرة بيومي ايه اللهم اجعلوا خير يحت طولي بالك ملك مسروعك ده ليه نعم ارحقيني يا ستما حميدة وهيب امرأت عطايا الجزارجل هتطل ربنا انتحها بالسلام حميدة خلي بالك من نارسك يا حباتي دحقيني اللي انت عاملوا في روحك ده لا انا هبقى كده على طول يا حماتي يا مستي يلا يا ستما حميدة ايه اتفضل انا جاي على طول يا ستما حميدة مين اللي برا يا راوي طب حروس معقول عمالكتي ياما انتي بتغني حلوة او يا حميدة طب دور وشك اليام التانية يا محروس انا نظري على قد يا حميدة ان شاء الله تكون عامل برضو دور وشك بك ربنا يقرب البعيد ايه وقعت على كنت والسرعة السريقة عيب يا حميدة عيب وكل الناس هتتكلم حميدة حميدة محروس الوين لازم يشرفك هيا بعد ايدك عني حميدة عاوزك تطميني على الاخر تطميني على الاخر ده انا بغير كاري عشانك انا عارفة يا محروس تسأل انا لا متى لا ايش استني على الهاتف بكرة وكل الاخبار هتنصلك حسنا أنا حابوم بكرة مش بيت اه يومك راحت فيها لازم راحت مشوار من مشاورك بتولد حالك اه يبقى لسه قدامها كتير حميدة اقل يا محروس عيب جاي يظل الطب على غفلة لا الولية لسه قدامها كتير على ما تيولد محروس حيول محروس 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 يا معلم بسم الله ما شاء الله النظافة ما فيش اسهل منها يا معلم ميمون النظافة مش كل حاجة في لهم منها ألف مرة اه انا مستعد لكل حاجة يا معلم الشجاعة قبل النظافة لا بقى دي موجودة ايدي كمان هنشتريها زي الهدوم يا معلم الشجاعة ده انا مليان شجاعة وهمم الشجاعة القلب الميت يعني ايه القلب الميت يا معلم دي بقى يقولك عليها هو ازايبلك من رجالته بكرة الصبح تفوت علي نطب عليك في القاه وهو بيعمل الاستباح بس يا معلم عاوزي بقى عاوزك تنوارلي سكتي انت عارف انها مقابلة مهمة وانا عايز ابقى في التمام قدام المعلم عباس لو عباس ايه لأ مد ييده عليك تبسها وتقول له قدامك لو حد التاني مد ييده عليك تقطعها انت عارف كلمتك سيف ماضي على رابطي بس انت عارفه وانت محتاج لرجالة معلم عيمون انت عارف كلمتك سيف ماضي على رابطي بس بس ايه مالوا الطري على تمامتي اقربه عيني دعا وانا محروس محروس في خدمتك يا معلم قد شغلنا يا قد وغويه كمان يا معلم لا يا معلم الوقت ده اصابي مبايد نحاس عارف يا معلم وعاوز اشتغل معنا لما عشي يا شبواري؟ لا دي واحد منكم موسيقى موسيقى بروس انا احب الراجل الشديد لكن فيه حاجات تانية انا اتحت امريك معلم أجربك الأول إذا فلحت بيت من رجالتي وإذا ما فلحتش عارف يا معلم عارف هبقى موسخة ومسخرة في الحارة كلها ياريت على قد كده وبس على العموم رئابتي فداك اللي تؤمر به لازم يتنافز هتقتل أنا جاهز من دلوقتي بس قل لقتل مين وخبره يكون عندك بعد نصف ساعة حميدة بسارية بنت انشراح الدائر قلت مين يا معلم قلت حميدة بنت انشراح الدائر عارفها ولا مش عارفها عارفها ابو أمب تستني ايه تقتلها وتيجي تلاقي نفسك واحد من رجالتي غور بقى أنا عاوز المعلم ما يمون في كلام تاني موسخة 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 مالك بتبسري كده لي أصلي سراحت شوية فيه الظاهر أنا وإنتي يعني بأحكاية يا حميدة بس الله أعلم ما تنتهي بس الله أعلم ما تنتهي بس الله أعلم بس الله أعلم معلم عباس معلم عباس إيه الحت تلعى روح عليك هو كده الرجالة لا أنا لسه ما قتلتهاش يا معلم مالعاوز إيه قلتلك مش عاوز أشوف خلقاتك العكرة إلا بقى تتنفيذ الأمر يا معلم بقول عيب لما قت الحرمة أنا بقولها بتدي بحاجة كبيرة تملى العين أقتل فتاوة العطوف ولا فتاوة باب الخلق ولا فتاوة باب الخلق أعلم حبيدة بنتشراح الداية معروف وقفتح الداية هلاله عواليش يعود هره وغلمان الحلوية اشترم الحل يا عمده يا عمده يا عمدك على فان يا عمد تعال خد من عين أصحاب دكتين غشاشين إذا كان عندك بناك وعلى وشي جواز تعال خد من عين يا يا وكامل عقدة دي على شنة من غن سلوك مليح جوي عالي ميمون أنا مكسوف منك أوي أنا عارف أنك عائد مش شرط الراجل يخلف راجل أبوك خلف مرة في شنة أنا راجل ونص أنا عشر رجالة في بعض أنت مقدرش أقت الحميدة يعني ملاقي شغل دي ملحرة مليئة نسوان ورجالة يستهلوا الدبحة في عز الظهر شمعنا حميدة عدت البيت دي سال طول النهار صرحة في الشوارع تقدر تاكلها سكينة ولا من شاف ولا من دري يا معلم ميمون أمعلم ميمون بصريح العبارة كده أنا عاوز أتجوزه اقتلها وما تصغرش نفسك وتمع الباس وبعد كده تقدر تتجوز أي واحد ملحرة مليئة نسوان صعب يا معلم اقتلها وبعد كده السكة كل أحدة بقى مفتوحة قدامك مش بعيد تبقى معلم كبير مش ممكن يا معلم انت فاهم الحكاية لعبة عسكر وحرمية دي عصابة يا أبا محاولتها الموت واللي عاوز يشتغل فيها ليعرف لحب ولا رحمة أنا بقى بحب تبقى ما تنفعش وكمان بصريح العبارة أحب بقولك إنها ما حبيتش أبقى فتوة إلا عشان خطر حميدة هسخموا أدالي سبيلة يبقى خلاص ما حصلش نصيب يبقى خلاص هو إيه اللي خلاص يعني تبلغ المعلم عباس إن صرفت نظر عن حكاية الفتوانة خلاص مفيش نصيب يبقى خلاص ما تنفعش عامر المعلم عباس لازم تتنفس يعني إيه يعني لازم تدفع تمر غلطتك إيه جيتها على لا المعلم عباس نويلك علانية تانية خالص نوي علعك ملط ويحلق رأسك زلبطة ويدهن جسمك بوية ويزفك في الحارة ويسطرك بملاية لف وبروة ويزفك تانية طب طب كلمه إنت إنت معلمك كبير ما قدرش هو العمل إنت عاوش تسمع رأي ونصيحتي أيوة إنت مالكش قعد في الحارة طول ما المعلم عباس عايش فيها الحارة عاوزة رجالة واللي مقدرش ينفس طلبات الحارة ما يعودش في الحارة موسيقى 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 ما هي ما الصورة هي أمه والحمد لله ساتر يا رب ما فكه عرف سنة شوية يا بتي هابلة ده أنا شايلهم لوقت ذنق ميه أنا محرووز يا محمير ساتر يا رب وده جاي ليه أنا دخنا جوا شوفي عايز ايه هاي ايه في ايه يا محرووز ادخل معلش اسلم استعجل شوية مالك مفيش انا كنت قلتلك على الشغلانة الجديدة اه استلمتها استلمها بكرا ان شاء الله ألف مبروك يا محرووز بس في حاجة محبتش اقولك عليها في ايه خير شغلانة الجديدة محترمة ومكسبها حلوة وعليها الايمة بس فيها سفر هتسفر يا محرووز عشانك يا حميدة ان شاء الله ان شاء الله هرجع من السفرية دي غاني ومبسوط ومعايا فلوس وحكون ملأ كابر وحتفر فين بلد كده منسيت اسمها اه 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 في الصعيد معاني اسمها كان على طرف الثاني وحتى غير كتير كتير ايه بس يا حميدة وانا قادر علي بعادك ايه ما لك يا موقوف مفيش حميدة الكلام الي وطولك سر مش عاوز حد يعرفه تصبع علي خير يا حميدة ايه يا بك في ايه محروس هيغرب يوم هيغرب قدي ايه يعني الله واعلم عشان تبقى تسمع كلامي اكابر الحارة واعيانها ضيخين عليك السبع دخال أين عاجبك في الموقوس ده ايه الشباب يوم اعين الحارة عواجيس ايه ايه يوقيتك هاداشا ماذا يا محروس؟ ماشي من الحارة ليه؟ من غير ليه؟ ومش عاوزك تسألني إذا ما كنتش أنا اللي أسألك يا محروس مين اللي هيسألك؟ ده حلاكتر من الإخوات عارف يا بايومي عارف بس خلاص أنا ما بقيت ليش عيشة في الحارة دي ليه يا محروس؟ عباس إيلة عملت له إيه؟ ما عرفش لكن هو طلب مننا سيب الحتة هتروح فين؟ مش عارف لكن لازم أبعد بعيد أنا هعدل برد تاني عبا يومي وأعرف طريقك إزاي يا محروس؟ لما رجلي تثبت في حتة هبقى بعث لك جواب الشدة وتزول يا محروس خد دول وصيتك حميدة بايومي خليك بدل مني لحد ما ربنا ينفك الكرب اللي أنا فيه شكرا لك خد دول لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك أيها الموقع في حد يصيب الحالة برضو من غير ما يسلم على المعلم عباز لا بأ أصلاً مستعجل شوية فبتعالا معنا بقى عشان يسلم عليه اشتركوا في القناة 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 عندك البيت والبوزة وبس اللي يقدر علي يا عباس يبقى يجيني البوزة اشمعنا البوزة اللي اخترتها عشان تحبس فيها يا خسارة صحيح زمن الهلافيت تبتدى اشتركوا في القناة شوية لك لازم تعتبريني موجود هو رفين الرزق يحب الخفية وبنت عارف ان المحروض زي أخويا واكتر شوية فعايزك تعتبريني زي وتماني تقتر خيرك يا بيومي لأنت عمسك كده لسه لكن هعرف شغلك هيكون هنا هنا ايوه هنا هلف مع الحصانة دي لا انت اللي حتلفف في الحصانة شغل انا سافر ولا تحب تنقل طامي من علمات كب لا الحصانة كويسة او مناصلي كمان بحبها يا بيت الايام بتجري حرام تضيع عمرك دايرة في الشوارع كده يا ريام طوالها اقتفلي عريف قديم الثانية محروض محروض ابي قابليني يا حميدة اسمعي كلام أمك البيت زي الفاكهة مالها السوق إلا إذا كاتمر عراعة كده وصابحة يوه اسمتش كده طب بلاش من الأعيان ايه رأيك في الواد بيومي يوه يا أمه انت عوزاني أدلل على نفسي يا بيت خايف عليك كل البنات اللي حواليكي ربنا ردي عنهم وانتي حالك مايل ليه؟ انتي عارفة 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 ايه؟ ايدك مسكة الرجل اللي مايقدرش يلمك ويكفيكي يغل عنواشي وانتي عارفة لا انا عصرف عليك وعليه كمان اه دي اللي كانت محصة ها الجو استهت الداخل راحت ويجبت لي راخر باي عارفة انا خارجة باي عارفة باي عارفة باي عارفة باي عارفة باي عارفة باي عارفة اه ها بنتي حميدة ولا تكلت بقى عقل البتة حلاوة ولا ابقى تعالوا الشيشة الشيشة تسوقي اه انا اععوذ اعرف الفلوس اللي عندك هتعملي بيها ايه فيها هاجة لو افتكرتني بشوية منهم ها الفلوس دي افتكر نفسي بيها يا حلتم تفتكر بيها ايه؟ نفسك اه نفسي حرام يعني لما اعتر على راجد يستر علي انا في السن ده و انا يا اما انت انت عندك شبابك يا رحمك لكن انا عنده بقى الرجالة تبصلي بس الفلوس اللي عندك فيها من تعبي و شقايا تعبك و شقايا حتخديهم على دار مليم هم سبعة جنيه مفيش غيرهم كم؟ سبعة جنيه؟ و نص لجل الحلفاء السبعة جنيه؟ قفل على الموضوع ده وجدي شوفي مين اتحرك يا بيت السبعة جنيه قالي تعابي و شقايا تشوفيهم نفسها يوه الستة انشراح موجودة اصلها قالتلي بقى فوت تعال اتفضل يا بيوت ده البيت بيتك الشاي بيتي حميدة يا ساتة اهلا 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 بيتكم و تراحل ربنا اجعله عامل قولي اخبار المنايل على عينه ايه؟ مين المنايل على عينه؟ المنايل على عينه محروس الوين هاه ما هو لسه مفيش اخبار عنه انما اكيد مؤكد هتوصني اخبار منه انا بقى عندي اخبار عنه بسلامته وبقى هرب من الحارة و لا يمكن هيرجع لها تان عصلي بقى المعلم على البلاس طارده قال انه تجرق وقعد قدامه على القهوة وهو حتترجم على الريكة ما تسديش كلام الناس هتوصني اخبار ما تسديش كلام الناس هتوصني اخبار ماليش مفيش الظهر مش عايز انا اعود معاكم انا دخل اجو لا 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 واحدة الله استنشراح جرايا حميدة مزعنا امك ليه استراح استنشراح لا انا دخل المطبخ اعمل في انجا القهوة الوق دماغي ماليكة حميدة عاق دورتك ليه مبروك يا عريس الغفلة عرفت تتنقي انا عريس مين اللي قال كده طب و حتجوز مين ايوه اعمل عبيت اسمع يا بيومي انا محبش الراجل اللي يضحك على عقله واحدة ساد افعد عن امي امك يا خبر زي بعضه و امك حد اردا اتجاوزها ده لم تهيق لي بلهاش جر عريس واحد بيش لها شقة في الغفير يا ساتر بيومي تقدر تقول لي جيت هنا ليه جيت جيت على على شانك يا حميدة و محروس صاحبك لم يرجع اقول له ايه اجل له تحسين اجل لنا اجل لنا اجل لنا اجل لنا اجل لنا ميمون مين خدامك بيومي صابت سوق مبيض النحاس ما عرفكش لكن انا عرفك يا سيدي المعلمين كلها كل الزمن واليسياد او زيد عايزة عايزة اسألك عن محروس الوين فين اراضيه العلم عند الله طب راجع ام ده الله اعلم ده مسنين طويلة اوي و جايزة مايرجعش مايرجعش خالص معلّ ميمون ايو ايه رأيك مش الحي ابقم ميت والحاضر ابقم الغايب اذا كان في حاجة شركة وبينك وبين المحروس اتكرع الله يا ابن وخدها كلها الغايب ملوش نائب ريحت قلز يا معلّ ميمون صباح خير يا معلّم بشوقي يا صباح لكل أهلّم يا أهلّم عندك حد اسمه بايومي يا معلّم أهلّم ليه الجواب يا بايومي استنّى في حاجة؟ فيديته ايه الجواب؟ من غير ما تستعرهوني واعرف جاي من أيّتها حك الراسل محروس الوين أخي العزيز بايومي لك مني ألف سلام وتحية واعلم يا أخي بإني المشتقي ليش؟ بس أنا بحب أستعرق الوحدي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بايومي ابن حلال عاوز أغدك بالحضن بس خايف أوزّخك إزايك يا بايومي؟ الشغلان الأولانية مش كانت أحسن يا محروس كله مكتوب يا بايومي جيت أطلع فوق نزلت تحت ها الدنيا بتلعبني شوية درويش إيوه تعال خذ مطرحي شوية أحسن معي أضيف حتشط فوقت معاك وحشت يا بايومي تعالي وحميدة بايومي أخبارها إيه؟ تمام صحتها كويسة وعلي العالي والمعلم عباس؟ بردو تمام صحتها كويسة وعلي العالي يعني مش عيان ولا حاجة؟ عباس يعيا ده المرض يخاف منه معليش ديته عركة وحد يدي نبوت على نفوخه انت طيب قوي محروس حد يقدر يهوّب نحية المعلم عباس إيلا؟ يعني هو كويس؟ اه ابن حلال وعصيلة بايومي يا بنت اسمع نصحتي أنا عارفة صنف الرجالة كويس وعايزك تفهمي بايومي انك لا حبتي محروس ولا عمرك هتحبيه انش ناس يا بنت انه كانوا صحابه ومين قالك ان بايومي مش عارف كل حاجة؟ ممم، ما للدلق مرة وحدة كده ليه؟ منطوا وانطوا بتتكلموا كتعين منكم ه الجدع مستوى عالاخر الدر والباقي عليك أنت ومحروس لما يرجع مش حيرجع و حتى لو رجع يا حبيبتي اسمعي كلام أمك الستات غير الرجالة البنت من دول كل ما يزيد عمرها يوم بتطير من إدها عريض والرجالة يا حبيبتي يحبوا كل حاجة صغيرة اللحمة بكله الفراخ الشمرط حتى الفجل الفجل يحبه ويرور يا ويرور انت يا ويرور مع سلامة بيومي وكتر ألف خيرك جميلك ده حردهولك في يوم الأيام انت أخوة يا محروس وعب لما تقول كده خلي حميدة جوا عنيك مليش حد أتمنوا عليها غيرك حميدة جوا عني يا محروس وديك عرفت السك كل يوم التاني حكون عندك السلام عليكم السلام محروس كان طلبني منه لكن أنا ما قلت إشاءه أنت مش كنت مع بعض على طول يا حميدة وحتى لو كنت قلت أه هو فيه موجود صاني داهي أنا عارف مطرحه وبقابله وهيرجع متى إن شاء الله ده حاجة ما قلت في علم ربنا يا حميدة شوف يا بيومي إذا كنت عارف مطرحه وبتقابله زي ما بتقول لما تشوفه قلوا أنت حميدة يا محروس كلام إيه ده يا حميدة؟ وأنا حفضل مستنيه لحد أمتى كل يوم والتاني حد يكلم أمي علي أخيرهم الواتح حسنوا بنزلهم اللبان بس مش عاجبهم شكله بيسد النفس طب طب أنت إيه اللي يكبيرك على واحد شكله بيسد النفس على الأمم هنحكلم مع محروس في الموضوع ده بتبص كده ليه؟ ما 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 فيش علم علم في ايه يا دابشة؟ عطوة في طوة القطوف مالو في زفة فرح يوم الخميس الجاي ونوي عاد من حارف دي مش زفة يا دابشة دي هتكون جنازة أنا من زمان نفس فيه دراجل دهوله متعب هوا يشرف يا دابشة يشرف وانتوا جايزوا نفسكوا عشانوا بنواجب معاوا مع رجالتوا وانتوا معلن وبالمرأ يا دابشة ناخد بطرما يمون عشان حوش لسانه وانتوا معنا اعمل لك امه يا بايومي لازم نخلص الشغل اللي في ادينا النهاردة عشان حنفل الدكاني من خميس ليه يا معالم احنا احنا مش ملات في ليه مجموعة التنايم على ودانك هاد ومش عارف ايه اللي بيحصل في الحارة ايه اللي بيحصل يوم الخميس الحارة هتبقى مضان حارب مضان حارب ليه يا معالم فتوة القطوف حالف لا يعدي على رس زفة عروسك من حارتنا وعباس ايه لحالف انه ما يعتبر واخدها عندك بقى هتبقى معركة فاحنا ناخدها من قصيرها ونقفل الدكان اسلم اللي تشوفه معالم صباح يا خي يا معالم مين حميدة سانيورة الحارة يا صباح الفل يا صباح الهنة يعني كنا بنشوف الكتير ايام ما صوف الرقبة محروس ما كان بيشتغل هنا واجبني تايل ايام دي يا معالم ويمكن اكتر من الاول بيومي او ذاك دي يا واحدة يا معالم انا خلاص ما عودش شاقة كلام امي مش فاهم حميدة يعني تيجي تكلم امي ايوا بس انا لسه ما كلمتش محروسة حميدة توظف محروس هذا عشو ملحة حميدة عشو ملحة عشو وحلاوة محروس خلاص انا مش عاوز اشوف واشو مش حميدة بسارية اللي تتجوز واحد جبان هرب ملحارة فتك بعافية لا ايه لا يا كابة يا بيومي البطة باين عليها بقى البتاعتك قال لا امال انا مفيش ولا بطة بتغواني ليه ما ننبيض نحاش وقديم فكار ونعلم بتاعهم حظوظ بقى كير يا بيومي جيت لي قبل ما عادك ابدا اصلك اصلك وحشتيني في ايه يا بيومي حميدة حصل لها حاجة لا ابدا عالي العالو بتسلم عليك كل ما هنالك ان امها بتزن عليها عايزة تجوزها ولما قلت الحميدة ان يعرف طريقك قلتلي اسأله راجع امدي طول ما عباسيلا عايش ما اقدرش ارجع ده زي الطور مش بقين له موت قولي الحميدة شوية صبر لسه بحوش في الفلوس ما انت عارف الوليه انش راح الداية عارفها بس عارف حميدة منتها اكتر بيومي حميدة بتحبيني كل رجالة الدنيا مفيش حدي منهم يملع عينها غيري قل لها صبر يا حميدة طيب ما على رسولي الا البلاغة اه والحارة اخبارها ايه لغاية دلوقتي كويسة بس الله اعلم يوم الخميس الجاي حيحصل فيها ايه فتوة العطوف متحدي المعلم عباس فتوة حارتنا والمعلم دي سوق بيقول ان الحارة حتبقى مدى الحارة كلام ده الخميس اللي جاي على طول ايوه ربنا يسطر على الحارة استأذن انا بقى عشان يدوب مش قادر اقولك خليك معايا شوية اصلي دي اخر مركب هتعدل بر التاني الليلة اجا وصلك لا وعلي ايه تتعب نفسك ما خلاص عرفت السكة والمراكبية عارفوني افوتك بعافي موسيقى 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 المترجم للقناة 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 اشتركوا في القناة 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 حميدة اشتركوا في القناة 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 مين يا أولاد؟ يا جنابي البيه المأمور شايف الله يا جنابي المأمور شايف الله يا جنابي المأمور ميمون، فرشة البوزة أحسن لك من برش السجن؟ أنا رجل شريف ما لكش دعب الشرف تغلطش المعلم ميمون آه، تبقى أنت الفتوى الجديد هو يا ميمون؟ هو شفال منزل شفال الحتة يلزمها فتوة يحميها يحميها ولا يسراها يا ميمون يحميها يبقى رفتوة الحتة يا ميمون انت حكومة ما تبفعش تبقى فتوة الحكومة تنفع اي حاجة يا ميمون من النهاردة الفتوة حيكون القانون واللي مش عاجبه الفتوة الجديد يجي ورين يا رفسه يلا القانون بقى فتوة ضع زمن رجال يا جدعان اهلا يا بايومي عندي اخبار حلوة عشانك يا محروص طول عمره الجلاب الخير يا بايومي هترجع الحرة تاني المعلم عباس عفى عني لا اه لازم المعلم ميمون اتوسط لي عنده اصل المعلم لا حول ولا قوة الا بالله ازاي يا بايومي خد كازلك في ظهره في المعركة بتاعت مبارح طب ساكت الظالم حتما له يوم يا بايومي اه اي نعم ومسكو اللي قتله المقمور لا خلى ولا بقى الكراكون مليان خلى والاده من كده انه هجم على الحارة النهاردة والمقمور عاوز يوم الحارة قال له انه بقى فتوة الحارة المقمور شخصيا لا واحد صاحب اسم القانون بس انا ما شفتوش معاه اخبار حلوة حقيقة يا بايومي تقدر ترجع النهاردة لو عايز لا يا بايومي مش عايز ترجع هرجع بس مش الايام دي طب وفيها ايه لما ترجع الايام دي فيها كتير يا بايومي اهل الحارة مش هيسيبوني في حالي هيعملوني سلوة وانا مش حملة كده عباس إيلة مات اي نعم عباس إيلة مات لكن الحكاوي عمرها ما بتموت طب وحميدة اللي مستنياك هي لسه مستنيان يا بايومي اه ايوه محروص بلغها تشوف مصلحتها ايه لغيرك من راحدة كده محروص الشمس ايه بقولي الشمس من كتر ما بتضرب فراسي غيرت كل حاجة في نفوخ حجاريس 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 حميدة ابويا راح يصلي العصر يا حميدة سي أحمد ازيك يا حميدة اه تسلم يا سي أحمد انا عاوزة نص دسة حلقان ودسة غوش نابليون واربع ساس المدهابين بس بسرعة وحياتي الله الله مستعجلة اوك ده ليه يا حميدة ما الصبر حلو وجميل حميدة حميدة انا بنفسي اتكلم معاك كلمتين كده على الوحدين على انفراد يعني تا بتكلم وانت بيجيب الطلبات ما انفعش يا حميدة حميدة انا نفسي ربنا يتوب عليك من البهدلة اللي امتي فيها دي بصيره يتوب اظهر ان ربنا مش واخد باله مني استغفر الله العظيم ده ربنا واخد باله منك اوي يا حميدة وانا كمان واخد بالي منك يا حميدة 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 انا خلاصنا ويتكلم ابويا في المسألة مسألة ايه مسألة الجواز جوازنا يا حميدة يا اخويا روح هاتر بضاعة فما صعيب بلك راي هاتر بضاعة خليني انا حالفه في السوق قبل ما يشطر حميدة الله هتجيب غوش الزفت والقطران ولا اقول الحاج لما يرجع مسالة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلاصا خلاصا حميدة محروس الوين صرف نصر على الموضوع وقال لها بالفهم المليان قال لي خلي حميدة تشوف حالها يعني ايه الحكاية مش محتاجة ايها سؤال محروس الوين مش راجع لحتة تاني طيب بالليل اذا سعر اكلم امي امك ايه في ايه مال مفيش مفيش علامك الكلام ده في ايه اصلا احمد ابن الحج قانيصر خردواتي مال خرف النهاردة معايا يعني كده بكلمتين خرف خرف يعني ايه اللي قدب عليك لا ابدا ده حتى كان موقت الله يبقى الحكاية مفقاش تخريف ولا حاج انت عايز اسمع كلك المال هالك يعني لمح عالجواز الله واكبر والله ابواب السمد فتحت لك يا حميدة يبين تنشي راح وجانك الغنى والشباب في ساعة واحدة وربنا زح عنك اللي اتنين اياهم الملحيس مش مصدق اي ام ليه مش منتوب انا فين وهو فين هو ربنا اداله المال وانت ربنا ادالك الخفة والجمال طب وبيومي بيومي جاي الليلة زحلاء ايه ايساي بس يا امه اقولك خلي الحكاية دي على امك اه تشرب شاي يا بيومي ما انا ليسا شرب شاي يا محميدة ما حدلك تاني نتكلم بقى في الموضوع المهم مهم مهم اصدق يعني موضوع الجواز تمام تمام يا محميدة ومالو بس انت اسم الله على ما قامك جاهز يعني ايه جاهز يا محميدة يعني معاك مهرة وشابكة دبرت مكان تتجاوز فيه ولا انا هو تدخل عالبت في دكانة دي سوقي الله انت كلمك ناشي بلي يا محميدة ما تكلمي حميدة سكتة ليه امي هي القر والبركة وهو حصل حاجة يا محميدة ما حصلش يا بيومي ده انت فعناية لاتنين طب ده انا سبق وقلتلك انك في معزة المرحوم ابني بس الاصول بقى ما تزعلش شوفي مين يا بت حاضر امي تفيني حميدة موجود الحقيقي لم حميدة عمي بعروف لحسن الولية على اخرها ربنا يخلف عليك يا حمود اسباني وانا جاوا لك على طول الحقيقي بالملاية يا حميد فاضر يا م بقولك ايه نااجل الكلام بقى في الموضوع دلوقتي تاني قديك شايف اللي تشوفي يا محمود الملاية يا م تاي مستعجل لي يا بيومي استنى اوزا انا مقدرش اخلف امي يا بيومي وامي لسه مقالتش لا امك بتعجزني يا حميدة وده مكانش اتفاقنا انا راجعت نفسي لقيتني مقدرش استغنى عن امي فيدي مقدرش اول حاجة بيومي انا عاوز الفلوس اللي عندك يا بيومي عايزا وامت يا براحتك من بكرة الفلوس تكل عندك انا عاوز الفلوس اونا انا 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 ا موسيقى محروس وحشتين يا حميد حمد الله على السلام مال مال الكلام اللي قالوا بنيومي ده قالوا ايه بنيومي قالوا قالوا انك مش راجع تاني اهو كلام ما تقعد يا محروس واقف ليه الامي زمنها جاية دي حتى هتفرح قوي لما تشوفك امك وشهب يتعكر لما تشوفني حميدة ليه عملت كده انا 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 عملت حاجة محروس عملت كتير يا حميدة خليتي ناسيب شغلي واكل عيشي غرستيني في الطين خليتي ناتل المعلم عباس في دوة الحارة وعليش وعليش وعلى معنا وكتر من كده خليتي نفتكر ان الرجل الوحيد في حياتك وانك محبتيิش ولا هتحب حد جيرت وبعد كدة واقفتيني واقفتيني وضعامي انا ما زو عمي ما زو عمي خودتين 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 عمي ما زو عمي ما زو عمي ما زوجود ما زوجود ما زوجود مول baixود crooked ما زوجود مرة كنت بركة يا أمو حميدة روح انت يا حمودة مراتك محتجانك وانت غلبان وحداني مش ممكن لازم اوصلك لغاية البيت أمو حميدة نسمي الوقت إيه اللي ربنا رزقنا بيه انت اللي لازم تختارت اسمي عطريس سميه عطريس على بركة الله يلا حميدة حميدة تكون راحت عليها نومة محميدة نمت عليها حيطة بيت يا بيت يا ما شفت الرقب بعد يزك يا أمو حميدة نقصر الباب يا أمو حميدة يا أخوي البنتي مش عارفة جوه حصل لها ايه ايدك معاي يا رب بسطر يا رب يا رب يا حميد حميدة يا مسمك حميدة يا ر يا رب يا رب يا رب مرحبا! 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 محروس! 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 قوم نمجور! قوم للبرد يلحسك! مين؟ 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 مش عارف مين؟ ما معنا أذن من نيابة بالتفتيش! فتش الهضة! مين حصل بس يا ساعة البيت؟ الفلوس من دي يا بايومي؟ دي أمانة عندي يا سعادة بيه هاتوه لو في الحارة فتوة مكنتش حميدة بات القانون فتوة خايب الوقت بايومي عرت الناس ما عابلتش اعتبار لفتوة الحكومة يا خسارة يا خسارة فين ايامك يا ميمون هتفضلوا تلفوا لحد ما تموتوا كلنا بنلف وانا كمان بلف معا هنفضل نلف سواء لحد ما نموت كل حسان يتعب منكم يقول لي عشان اخليها اخد راحا لكن انا حفظ الالف وادور الالف وادور معاكم الالف وادور معاكم الالف وادور ما قتلتهاش تلاتة بالله العصيم ما قتلتهت الفلوس لي وصلتك ازاي انا وهي كنا بنحب بعض واتفقنا عالجواز وديتني الفلوس علشان اشيلهم عندي ليلة مبارح بس طلبتهم مني يا بيه حميدة الله يرحمها كانت بتحب محروس والحتة كلها عارفة ان بيومي صاحب محروس وهي يا لكانت لا بتحبه ولا على بالها خالص مين محروس ده؟ ده المؤغزة كان صابع عني ها 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 هو فين محروس ده؟ الله احلم بيه بيقولوا انه عباس ايه لطردوا من الحارة واللي كان يعرف طريقه هو بيومي بس انا بينا ما روحت الاندى السبت انشراها عشان تساعد الولي امراضي في الولادة كان الوقت بيومي هناك بيجت عينيدي لا بتعرف حب ولد يومي طيب بيومي كان موجود عندكم في البيت بيعمل ايه؟ قال ايه حجام لها اخبار من محروس اتاريه كان نوع عرمية سود عرمية سودة في المحروس يا بيومي في البر التاني من فضلك عندكو حد هنا اسم محروس الويني ايوة بيه هو اللي شغال ده يلزم خدمة شير هو كان شغال امبارح ايوة بيه كان شغال بحد امتى بحد اخر النهار وبالليه؟ طول الليل هين انت متأكد؟ ايوة متأكد انا شايفه بعينيه دول نايم بالليل ليه بيه هو عمل حاجة على كلامك ده بقى ما عملش حاجة شير 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 انت محروس الوين؟ جير قدامك يا سعد البيه انت تيجي معانا سمحني يا محروس انا خنت العيش والملح قتلتها لي يا بيومي؟ لا ما قتلتهاش تصدقني يا محروس ما قتلتهاش تبقى ما خنتش العيش والملح برضو برضو سمعت يا محروس انت محروس يلا 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 محروس مين كان بيحب حبيبة؟ انت ولا بيومزميرك صحبك؟ ولزموا ايه السؤال ده عشان مصلحة التحقيق اه اذا كان عشان مصلحة التحقيق او اللي ساعدتك الحارة كلها كانت بتحب حميدة طيب يا بحروس اللي قتلها اه تصد بيون الله اعلم طيب يا بحروس تقدر طرق تشوف حالك انت مفيش فايدة منك للتحقيق ابدا مع السلامة اه 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة